بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض او هنفسر مع بعض اسم جديد. النهاردة هنتكلم عن اسم عيدل في المنام. هنتكلم عن اسم عيدل وهنا رقم مع بعض اهم البشرات اللي بيحملها لينا اسم عيدل. اولا اسم عيدل من الاسماء اللي بتدل على خلاص الشخص من ظلم او من قهر. او بتكون بشارة ليه بنصرة على خصم او على آآ عدو. كمان اسم آآ عادل برضو من الاسماء المباشرة خاصة لما يشوف الشخص انه بيقرأ اسم عادل فبشارة ليه بتبديل في احواله للافضل وآآ للاحسن. كمان اس آآ سماع اسم عادل بشارة بنجاة الرأي من آآ درر. لما يشوف الشخص انه بينادي آآ على شخص اسم عادل فمعنى كده انه هيطلب المسندة او المدعم او الدعم من شخص لآآ نصرته. آآ كمان لما نشوف انه في آآ شخص اسم عادل بيزورنا في البيت فدي من الرموز برضو اللي بتطلع على خروج الشخص من هم او من آآ شدة. كمان لما نشوف انه في شخص اسم عادل بهدينا بهدية فدي بشارة بعدالة وكمان بنصر لي الرأي. آآ كمان اسم عادل فيه المنام من الرموز برضو اللي بتدلع على صفرة على خصم او على آآ عدو. آآ الشجار مع شخص اسم عادل معنى كده ان الرأي شوية بعيد عن الحق. كمان الوقوع في خصومة مع شخص اسم عادل فبتدل على وجوه ظلمة او قهر على الرأي. كمان اسم عادل من الاسماء اللي بتدلع على آآ آآ تبديل في آآ احوال الرأي آآ لي الافضل وآآ لي الاحسن. كمان اسم عادل من الاسماء اللي بتدل. آآ لو شافته آآ فتاعة سباق فمن الاسماء اللي بتدلع على زواجها من شخص آآ مش هيسلمها ابدا يعني هيكون شخص عادل. آآ كمان اسم عادل لي آآ الفتاة العزباء معنى كده انها تحصل على براءة آآ من آآ تهمة آآ كانت آآ بطلة. آآ كمان آآ نطق اسم عادل في المنام آآ برضو بشارة آآ بصلاح حال الرائي آآ كمان لما يشوف الشخص انه آآ سمي حد بينادي باسم عادل فدي من الرموز برضو اللي بتدل على آآ سيرة حسنة للشخص. لما يشوف انه آآ اسمه اتغير من اسمه لاسم عادل فمعنى كده ان هيكون في صلاحة الرائي في تغيير في حياته للأفضل. آآ كمان آآ لما يشوف الشخص اسم عادل فمعنى كده انه هيقف آآ بجانب الحق. وكمان آآ لما يشوف انه بيصافح شخص اسمه عادل فده نهاية آآ ظلم كان متعرض آآ لي. آآ كمان اسم عادل لما يشوف شخص معروف او شخص مشهور آآ بيسمى اسم عادل او حد من اقربه اسمه عادل فمعنى كده انه هيبقى في عدل في توزيع آآ مراس او توزيع آآ ارس. كمان لما يشوف شخص مجهول اسم عادل فده برضو من الرموز اللي بيدل على نصرة الحق وكمان آآ آآ بعض آآ ظلم. الخوف من شخص اسم عادل ده وجوع الرأي في آآ شدة. الهروب من شخص اسم عادل فمعنى كده انه آآ ان رأي شوية ممكن يكون آآ ظالم او آآ عنده جحود شوية. كمان لما يشوف الشخص انه بياخد آآ حاجة من آآ شخص اسم عادل فمعنى كده انه هيحصل على حق من حقوقه او آآ حاجة كانت آآ يعني آآ حد كان واخد منه خاص بن عنه. فمن الرموز اللي بيدل على عودتها مرة تانية على عودة آآ حق مرة تانية. آآ كمان رؤية شخص عجوز اسم عادل فدياء حجمة. آآ كمان سماع اسم عادل برضو من الرموز اللي بيدل على خروج الشخص من ديئة. سماع آآ اسم عادل برضو بصوت آآ منخفض. فده دقنيب ضمير عن ظلم آآ الرأي ممكن يكون عمله مع حد. آآ الفرحة لما يشوف لما يشوف اللي رأي انه فرحان وهو بيسمع اسم عادل فده خروجه من آآ محنة ونصر على آآ ظلم. آآ كمان آآ آآ انما يشوف شخص آآ مجهول بينادي على شخص اسم عادل فده هداية وصلاح هالي الرأي. لما يشوف ان فيه صوت جميل بينادي على اسم عادل فده بلوغ الرأي لشيء كان بيتمناه. او هدف كان آآ بيسعى لي. آآ كتابة اسم عادل فيه المنام ده نصر آآ لي الرأي. كمان كتابة اسم آآ عادل بخط يميل ده آآ يعني فعل حسن هو هيقوم آآ بي. آآ اما كتابته بخط رديق فده توبة من آآ ظلم. كمان كتابة اسم عادل آآ نجاء من آآ ظلم آآ برضو آآ 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 Blizzard لما يشوف الشخص انه كاتب اسم عادل باللون الاسود فمعنى كده انه هو هيخفي حق وهيتبع باطل موت شخص اسمه عادل فده للأسف غياب عدالة ويتعرض الشخص للظلم وليه في خصومة او في مشكلة هيتعرض فيها للظلم لما يشوف انه مات ورجع تاني للحياة لما يشوف انه فيه شخص اسمه عادل مات ورجع تاني للحياة فمن الرموز الدول على عودة شيء كان مسلوب منه او رد حق من حقوق الرأي المولود الزغير اللي بيسمى عادل لما يشوف انه فيه مولود زغير اسمى عادل فبشارة بفرج قريب وكمان خلاص من هم او من مشكلة كمان بشارة للرأي بانه هينول شيء كان بيتمناه او كان بيسعى ليه تسميت اسم عادل برضو فيه المنام للطفل الزغير ده اخبار سعيدة وقدوم افراح وكمان انتهاء مشكلة وحل خصومة كمان ولادة لما يشوف ان زبته بتالد طفل وزمته عادل فمعنى كده ان الرأي هينال حق من حقوقه وكمان الطفل ده هيكون عنده ولد هيكون لمستقبل كمان اسم عادل برضو من الاسماء المبشرة برضو بزوال خلافات او زوال خصومة لما يشوف الفنان الكبير عادل امام فيه المنام فبشارة بتحقيقه لنجاح في حياته لما يشوف انه هو اخد صورة معاه فمعنى كده انه هيحقق امنية او هيحقق حلم كمان رؤية الزواج من عادل امام دي بداية جديدة في حياة الرأي هتكون فيها نجاحات وهيحصل فيها على منافع كمان تقبيل عادل امام برضو دي منفع كبيرة الرأي هيحصل عليها زي ما قلنا الفتاة العزباء برضو لما تشوف اسم عادل فمعنى كده ان هي هتوصل لشيء كانت بتتمنى او كانت بتحلم بيه الرجل كمان لما يشوف اسم عادل فده خلاصه من قهر او من ظلم خروجه من خصومة سمع اسم عادل برضو ده نصر تسميت طفل ليه باسم عادل ده فرج ليه وروحه المرأة المتزوجة برضو لما تشوف ان هي متشوف حد معروف اسمه عادل فمعنى كده انها تقف او هتاخد نشورة الشخص او فيه شخص عادل هيقف معيها كمان اسم عادل ليه المرأة الحامل برضو من الرموز اللي بتدل على انجابها طفل هيكون ليه مستقبل وكمان هيكون معروف عنه بالعدل ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية اسم عادل في المنام بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو فيه اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هردت عليكم بشكركم جدا نشوفكم ان شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة